اهلا بحضر لكم من جديد خلاصة كل اللي انت شفتوه من مواقف للنادي الاهلي بتؤدي الى هذا التميز والى هذا التفوق خلاصة انه انت ما بتتصرفش كده علشان تنجح يعني انا ما بوقفش اللعيبة وما باخدش القرارات ديات كلها او الكات الخطيب ما بيرجعش اتنين لعيبة من المغرب عشان بقيت اللعيبة اللي قاعدة هناك تكسب البطولة مفيش ضمانة لكده مفيش ضمانة ان دي النتيجة المباشرة للقرار لا انا ممكن اخد قرار صح الحاس فيه للقيمة وللسلوكيات وفنية موفقش مش معناها ان انا افتن بقى منادي ان اتصرفت صح وما كسبتش لا انت لازم انت تتصرف صح لازم انت حافظ على النظام صح تيجي النتيجة الفنية او ما تجيش مش هي دي الفكرة زي ما كابتن حسن قال لكابتن انا ما كنتش بفكر في اللي انت بتقوله ده فهي باستمرار انت بتتصرف صح ممكن جدا الظروف تقاتي وتخدم ان المردود الفني يكون كويس بها ده شي رائع اذا المردود الفني ما نحسش للقرار ده مش معناها ان القرار غلط لا ده معناها ان انت تماشي صح فنيا او التوفيق المنافس افضل منك اي ظرف من الظروف اي عقوسات ما تحققش الهدف اللي انت عايزه ده ما يقللش من قيمة القرار وما يخليش الناس تاخد بالها ان ده غلط لانه باستمرار انت بتتصرف صح الاهلي اوقف لعبه محمود كهرباء لانه اخلي بالسلوك يوم السابت عنده مبرار عنده فترة مهمة جدا في خلال شهر مدة الايقاف لكن بيتصرف صح لانه ما ينفعش يحصل الا كده ويكون مردود حتى في سمعة الاهلي احنا شفنا النموذج العربي لكابتن مايثم عادل النموذج الافريقي كابتن احمد شوير كان معاه على الهاتف داني جوردان رئيس اتحاد الكرة في جنوب افريقيا باشموندس سألوا عن الاهلي بالذات في وجود موسيماني تسمع داني جوردان؟ انا اسمعه تاني نشوفه تاني انا اسمعته تاني ده عايز بس الاول اخذ انطباعك عن تواجد بيتسو موسيماني اه في مصر كمدرب ومدرب لواحد من اكبر واهم الفرق في المنطقة كلها النادي الاهلي هذا الانطباع عندكم معنى ايه؟ نحن في غاية السعادة حقيقة عندما جاء اليوم الذي ايضا خاصة عندما لعب الاهلي في كأس سفيد الابطال في الافريقيا وتحت قيادة موسيماني امام الزمالك وفاز النادي الاهلي باللقب وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي ومن ثم اعتقد بان النادي الاهلي فريق متميز ولاعبه متميزين واتمنى له كل التوفيق والتقدم وخاصة بعد فوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية هل اصبحت شعبية الاهلي اكبر الان في جنوب افريقيا وهل تبعتم كأس العالم للاندية؟ الجميع يعلم من هو النادي الاهلي الان في جنوب افريقيا بالطبع لان النادي معروف جدا النادي الاهلي ولديه هذه الشهرة الكبيرة وخاصة مع وجود بيتسوة الان ازدادت شعبية النادي الاهلي بين جنوب افريقيين وبشتورة اكبر وبالتالي اعتقد ان النجاحات التي حققها موسيماني تؤكد بما لا يدعو مجالا الشك بان النادي الاهلي هو نادي القرن ونادي القارة الافريقية على الاطلاق تلك النجاحات التي تعكس هذه المهارة والى عقلية اللاعبين وقوة النادي الاهلي في القارة الافريقية وايضا عندما فاز الاهلي على بالميرس وفي دوري ايضا كأس العالم الاندية ووصل الى هذه الدرجة من الاحترافية وانما كان يمثل ذلك درسا لكرة الخدم الافريقية بين اندية العالم على الاطلاق نفس الكلام يا ساز إبراهيم نفس الكلام تسمعه من ما يسمعه من داني جوردان الاهلي وقيمة الاهلي ومؤسسات الاهلي وشعبية الاهلي وحسن تمثيل الاهلي لقارة افريقيا وكلام كله عن قيمة النادي الاهلي وقيمة مدربه وازاي انه عمل نقلة نوعية للمدرب الافريقي على مستوى العالم اشتركوا في القناة